هل يمكنكم مع الشاق الحامض اليوم ان شاء الله جبت التحلية للناس عشاق الحامض وشكو لي ما كيبغيش تحلية بذوق الحامض الرائعة المنعيشة اللي كتعطينا واحد انتعاش رائع جدا يعني ابسط ما يمكن تحضره في التحلية هي هاتي نسف ليطر من الحاليب وجوج حامضات ايه نسف ليطر من الحاليب وجوج حامضات كتعطينا واحد تحلية الكريمية وخطيرة وكاتجي من اروع ما يكون معيك الى سيدتي التبعي معي الفيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ومرحبا بالمشتركي الجدود اللي اول مرة كي نضموا القناتي كرحب بهم والمشتركي القدام على عيني وعلى راسي ما تنسوناش مني لايك ومالبرتاج كل عادة باش تعمل فائضة على الجامعة قبل ما نبدأ الفيديو دينا اليوم ما ننسوش انصلي على النبي علي افضل الصلاة والسلام بسم الله كيف تشاهدوا معي هنا مكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت نحتاج هنا ثلاثة المعارق الكبار من السكر الخاشين اي ساندة السكر كي يبقى على حسب الضوء ممكن تزيده ممكن تنقصه ثم نحتاج ثلاثة المعارق الكبار الناشا والذي لا تفرج عنده الناشا ممكن نضيف الكريم باتيسخي وعنده نصف لتر من الحالب سوف نخلط الكل جيدا ووضعه على نار مهيلة مع التحرك المستمر من مجرد ما يتقلية هذه الكريمة نضيف لها حبة حامضة واحدة اللي مع صورة ركمشتها في الكاس يعني تقطع لي المونتج ما في المونتج ما لقيتش تلك اللقطة اللي ضفت ليها بعد ما درت هاد الخالط ديال الناشا والسكر والحليب على النار حتى كيوجد لي عاد نضيف الحامض عاصر للحامض يعني حامضة واحدة مع صورة تقريبا نصف كاس ديال عاصر للحامض ودرت واحد شوية ديال حامضة اللي عصرت خديت القشرة دياله يعني ما نضيفه شوه كيطيب لان غيخسر لينا ذاك الحليب وما غيجينه يعني غيجي خاسرة يعني احتكى الطيب تماما وكسولي عاقدة عاد نضيف لها نصف كاس من عاصر للحامض والبوشور ديال الحامض وكنحرك جيدا وكنصبهم طبيعي الحال كنخوين في زليفات او في الكيسان اللي غدي نقدم فيهم التحلية ديالي كان اعتادر على هاد مقطع اللي ملقيتوش لي الآسف ما عارفت اللقطة اللي حيت الكاس خول من النار بعد ما نضج لي هاد كريمة اضفت نصف كاس ديال الحامض وقشرة ديال الحامض اللي حكيتها احرق جيدا وخويتهم في زليفات كانت منها يكون الشرح واضح والصورة كذلك واضحة كيفما كنت شاهدوا معايا كنحاول نقاد السطح ديالها واحد المعالقاء بشجيني متساوية لاننباقي غندير الطبقة اخرى ديال الحامض انا غدي نقادها يعني بالمعالقة وغدي نوضعها غيفو قدامي في سطح العامل بلا ما نوضعها في تلاجة رضغية كتشد راسا لان فيها النشا او لكينباتيسري رضغية كيتسرب ذاك البخار بيد مكان قد طبقة الموالية كتسكون واجدة عندي انا غدي نقادها بسطح الملعقة ونخليها فوق سطح العامل ونمشي نحضر الطبقة الموالية كيفما كنتشاهدوا معايا عندي هنا هي العقدة ديال عاصر ديال الحامض اللي غينخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف انا كانت عندي حامضة واحدة خدمت بها للجزء الاول ما لقيتش الحامض ولكن انا موجدال حامض العقدة الحامض اللي كنت حضرت معاكم يعني هذه الاستعمال تعمل جوج معالق ديال عاصر الحامض على فكرة هذه العقدة هاديرا فيها ديجا السكر وليما متوفرش عنده العقدة عادي غي ياخد حامضة وغادي عصرها وغادي يضيف لها السكر كذلك باش غادي حضر الطبقة الاخيرة انا توفر عندي هذه العقدة ديال الحامض اللي ديجا فيها السكر يعني العبار ديال حامضة غنعصرها ونزيد لها شوية ديال الماء حسن نكمل عبار كاز العنباء او كازونس كازونس من عبار العنباء ما بي الحامض والماء وهي ديجا رفيها السكر وانتم مسكر نسموه باش ما بغيته سنضع المعلقة لالنشا ونضع ملوين أصفر أجل أسفر أقوم بضع زافران ونضع ملوين بصفرن ونضع الضفران لن تشاهدون الون حامض يضعون لنضعه على الملوين وفي نفس الوقت وراء حامض خامي يوجد لا نكهات ولا إضافة سنضع على نار مهيلة ونحرك بالنشا ونضع على نار مهيلة تحريك المستمر وحتى يعقد لي هاد الكريمة كتولينا عاقدا شيئا ما لانا ندرنا فيها غير معلقة النشا ولي ما عندوش نشا غديد معلقة ديال دقيق او لا كريم باتي سخيح تك نحصله على بحال هاد الخاليطة هادا اللي كيكون تقيل شيئا ما ثم كنفرغو فوق التحلية ديالنا ديال الحامض كيف مشتو اللون كي يجي رائع جدا لانا داك اللبما لما بغيتوش ديرون خرقهم او مولوين غدائي ستكتافي وغيب داك عاصر ديال الحامض اللي عصرنا ولكي اللون كي يجي شوية باتي يعني عادي كيف مشتوه في الكاس ولكي مني كنزيدو له شوية ديال الخرقهم او المولوين غدائي لعندكم اسفر غيد ريطقة كيعطينا هاد اللون اللي كي يجي اتيه غي في العين وكتمييز لنا وكتعطينا وكتعبر لنا بانها تحلية ديال الحامض المنعيسة مليون بالمئة يعني نصف ليتر الحليب وجوج حامضات حضرنا بيهم اربع ديالتحليات كي يجي من اروع ومن اهلد ما يكون وكي يجي خفافين وفيهم واحد مادا قرائع جدا غير ما تنسوا شوية التذكير فقط منين كنديروا داك الحليب وانشاءوا السكر يطيبوا على النار مهيلة عاد كنضيفو داك العاصر ديال الحامض والبوشور ديال الحامض وكننحركوهم وكنديروهم في الكيسان يعني ما نديروهم مشكلهم مدفعة واحدة لان الحامض كيف ما كتعرفوا لادرنا على حليب وباقي بارد غادي يخسروا كيف ما كتشاهدوا معايا بعدما اوضعت الطبقة الاخيرة ديالتحلي ديال الحامض كندخل هالتلاجة لمدات ما كتزاوش واحد الربع ساعة كتكون واجدة زينتها بشوية ديال الكوك او الشوكولاتة ورقة بنعناع ممكن تزينوها بشريق ديال الحامض او تخليوها كما هي غير هي بوحدها راها منعيشة وكتعبر على الانتعاش كتجي من اهلد ومن اروع ما يمكن تجربوه في التحليات ديال الحامض ممكن انا درتها اعطا تنسي تروح لي باعتا تنية ربع ديالتحليات بالحجم الكبير هادوا زليفات راهم كبار ممكن تديرو زليفات او الكويسات غي صغيرين كيخرجوا ليه ستة حتى الثمانية ممكن ديالتحليات الصغار كيف مدرج معاكم واحد تحليه ديال الحامض بطريقة اخرى تهيا غنخليها لكم في رابط صندوق الوصف غنخلي لكم الرابط ديال يعني العقدة ديال الحامض كيف استيبتها وغنخلي لكم الرابط ديال التحليه اللي سبق من هادي كننا خرجنا منها الثمانية ديال الكوكوس بطريقة مغايرة ومختلفة على هالطريقة هادية يعني عندكم مجوش طرق كيفاش تحضروا التحليه ديال الحامض اللي كاتجي منعيشة وخطيرة وتستحق مليون في المئة التجربة كيف ما كاتشاهدوا معايا في الصور كاتجي كريمية للطبقة الاولى ولا الطبقة التانية غي حاداري ما تكتروش من نشا يعني غي تلاثة المعالق يكونوا كبار وما يكونش مملوء بومبي وكذلك في طبقة الاخيرة معالقة ديال النشا ما تكونش بومبي باش كاتجينا كريمية ما تجيناش عاقدة يعني هذه هي التحليه وإلا فعلة ديال ذوق الحامض بدون كريمة بدون فلو بدون كترة القوام والمقادير نحضرها في واحد الوقت واجيز جدا وكاتجيل ديدة ومنعيشة ونتمنعنا لإعجابكم لفيديو ديال اليوم وما تبخلوش علينا الله يجزيكم بخير بلي لايك اللي شاف الفيديو وعجبوه يتفكر لينا لي لايك باش يعطينا واحد شجاعة ونحسوا بأننا نقدموا شي حاجة زوينة شي حاجة في المستوى وكذلك البارتاج اللي يجزيكم بخير نيني يعجبكم الفيديو تديرونا في البارتاج مع العائلة مع الأقارب ديالكم في الواتساب في الستاتي في جميع مواقع تواصل جزاكم الله خيرا باش احنا نبدعو ونعطيو أحسن معدنا ومرحبا بالمشتركي الجودود ومرحبا بالمشتركي القدام وشكرا لكم على التعليق ديالكم لفن الغزالة اللي مخلياني منستمر ونعطيه أكثر فأكثر شكرا لكم وبصحرحة ونتمنى جربة وصفة وينالإعجابكم على فيديو دياليوم وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله مع وصفات أمس بيها وصفات مع أفكار روحية لوصفات ساكينة صورية شكرا لكم متابعة وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله